استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة الرئيس التركي رجب طيب أردغان كما كان في استقبال الرئيس أردغان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس وقد أجريت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلمان الوطني للبلدين عقب ذلك صحب الملك سلمان الرئيس أردغان إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالدوان الملكي كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام مع الرئيس التركي وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها